قبل قرابة شهر ونصف من بداية فصل الشتاء رسميا شهدت مصر هذا الأسبوع موجة من الأمطار بلغت حد السيول في عدد من المحافظات والتي تسببت في غلق عدد من الطرق بالمدن والمناطق الساحلية وتعطيل المدارس في عدد من المحافظات وحول استعدادات أجهزة الحكم المحلي لمثل هذه الظروف يدور الحوار في هذه الفقرة مع ضيف الأستاذ صبري الجندي مسشار وزير التنمية المحلية السابق ورحب حضرتك أستاذ صبري يا أهلا وسهلا أهلا بحضرتك في البداية أستاذ طبري كيف ترس تعدادات المحافظات هذا العام للسيول بعد الأزمات التي تعرضت لها الدولة خلال الفترة الماضية أو خلال الأعوام الماضية تحديدا طيب هو بس عايزين نتفق الأول أنه فصل الشتاء لم يبدأ طويلا يعني لسه إحنا في بدايات الشتاء والأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع هي البدايات إحنا عندنا محافظات تشتهر بأنها بتستقبل كميات ضخمة جدا من مياه الأمطار زي شمال وجنوب سيناء زي الوادي الجديد زي مرسى مطروح وسيوة وكل المدن التابعة لها زي السلوم السلوم ومرسى مطروح وسيوة بيعتبروا أنه المطر شيء رائع جدا وموشر جدا وبيبقوا صعداء جدا بهذا المطر اللي بيرو بأراضيهم خاصة في زراعة الشعير اللي هو الأمحي لكن كل سنة لابد أن تتخذ الحكومة عدد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لاستقبال المطر منها مثلا تنظيف مخرات السيول في المحافظات اللي فيها احتمال السيول منها أنه الطرق الرئيسية ما بين المحافظات تكون دائما مستعدة لمواجهة الأمطار وكسحها أول بأول شفنا في رأس غارب وشفنا في القصير الأمطار أغلقت الطريق على طول الطريق في البحر الأحمر وخدت أيام طويلة عشان تعود حركة المرور إلى طبيعتها ده بيؤدي إلى أن المواطنين بيتجشموا عناء الأمطار وعلى الإدارات المحلية أنها تكون دائما جاهزة ومستعدة بالألات والمعجدات الحكومة عن فقط مئات الملايين لإنشاء مخرات السيول لحماية الطرق لماذا لا تستوعب تلك المخرات كميات المياه والأمطار التي تخرج وتقطع الطرق لنسك نسى حضرتك أي لهذا الكلام وتشل وتشل تماما حركة المرور لا هو مخرات السيول معروف اتجاهات السيل وبالتالي معروف إحنا محتاجين كم مخر هي القضية مش كده القضية قضية أنه بعض الأهالي بيبنوا بيوت أو بيستغلوا أماكن جنب مخرات السيول نمرة اتنين أنه المخرات دي عبارة عن منازل من المرتفعات والجبال وبالتالي بينهمر معاها كمية من الطيل لما بتنشف بتخلي المخرات مش على كفاءة كاملة وكان يجب أو المفروض أن يتم تنظيم مخرات السيول قبل موسم الأمطار لكن احنا للأسف الشديد أستاذ صبري معلش حدك وقت في الأول أن هي غلطة الأهالي أنها بتبني جنب البيوت يعني هي ممكن أحمل الأهالي جزء من المشاكل اللي بتحصل بعد سقوط الأمطار هي الخطأ مزدوج بعض الأهالي بتصرفوا كده وبعض القيادات في الإدارات المحلية ما بتاخدش الأمور بالجدية الكاملة إلا في اللحظات الأخيرة وبالتالي بنشوف المطر وكأننا نفاجأ كل مرة بأن هناك موسم أمطار رغم أن نحن عارفين معاده وعارفين أن نحن فصل الشتاء وعلى الإدارات المحلية في المحافظات وعلى المحافظين أن يتحركوا دون انتظار تعليمات من الحكومة المركزية في القاهرة طيب أستاذ صبري سؤال ممكن بيتردد للأزهان كتير قوي أنا ممكن أتقبل أن منطقة تم بنائها من فترة بتغرق بسبب الأمطار إنما المناطق الجديدة أنا لما باجي أخطط منطقة جديدة مين الجهة المسؤولة؟ لازم إحنا شفنا في القاهرة الجديدة العام قبل الماضي مشكلة أنه الأمطار أيضا نزلت بكسافة وكان فيه مشكلة عند سكان القاهرة الجديدة زي ما حدقت فضلتي وقلتي لابد أن نخط في اتجاهات السيل وفي اتجاهات الريح عشان نعرف واتجاهات الأمطار ودي كلها علميا مرصودة ومعروفة عشان نعرف كيف نبني وأين نبني وكيف نبتعد عن مخارات السيول أو عن مناطق السيل أو عن مناطق الأمطار الكسيفة مش بالضرورة يكون سيل لكن ممكن يكون مطر كسيف فهذا المطر الكسيف يؤدي إلى تعويق حرقة المرور وحركة السكان وبالتالي علينا أن نأخذ حذرنا ونحن بنخطط للمدن الجديدة وبنخطط لشوارعنا وبنخطط للقرى حتى يا أستاذ صبري هو تخطيط الطرق ذاتها يا أستاذ صبري هل بيحتاج أن أنا أضع في الاعتبار فصل الشتاء الأمطار اللي هتنزل كمية الأمطار يعني تخطيط الشارع نفسه بغض نظر عن المدن الشوارع ما بين المدن لأنها بتغرق هي كمان هل ليها علاقة بمخارات السيل ولا ليها علاقة بالصرف الصحي بنية تحتية بالبلوعات اللي المفترض تكون موجودة في الشوارع طبعا البنية التحتية أولا الزمان كون عندنا شوارع فيها ميل من الجانبي الطريق على جانبي الطريق فيها ما يسمى بالبلوع البلوعات دي كانت بتصمم بطريقة بحيث أن المطر ينزل على جانبي الطريق ولا يقف في منتصف الطريق أو يعوق حرقة السيارات والمشاه الآن نحن العلم رغم تقدم العلم نحن محتاجين إلى مزيد من الإتقان في تصميم الطرق ومزيد من الإتقان في تنفيذ الطرق إحنا لدينا بناء تحتية رائعة جدا وحديثة جدا لكن علينا أن نضبط في تصميماتنا الأمطار التي تهبط وتوقعاتها وكمياتها ومواسير السرق اللي تحت الأرض بحيث أنها تستوعب أي كميات للأمطار لأنه إذا لم تستوعب سوف تطفح المياه في الشوارع وبالتالي حنعاني كلنا من تكدس الشوارع بالمياه وتوقف حركة الحياة ما بين مدينة وأخرى وقرية وأخرى إحنا كمان محتاجين البناء التحتية في القرى أن تكون مواجبة للزيادة السكانية ومواجبة لكمية الصرف الصحي في هذه القرى عشان ما يبقاش عندنا نوع من طفح المجاري غرق المنازل المواطنين اللي بتغرق منازلهم أو بيكونوا سكنين في أدوار أرضية وبنشوف الفيديوهات اللي بتبقى موجودة منتشرة على سوشال ميديا الشقة بالكامل أو الوحدة السكنية بالكامل بتغرق الأساس بيكون بسيط جدا هل الدولة بتقوم بتعويض المواطن في هذه الحالات ولا المواطن بيتكفل بذاته يعني هي الدولة الدولة بتسارع لقدر الله لما بيحصل ده بتسارع في وقف المياه وكاسحها وإعادة الحياة كما كانت عليه قبل سقوط الأمطار لكن على المواطن أيضا اللي على فكرة في بعض المواطنين بيبنوا بناية مخالفة تؤدي إلى أن المياه تدخل عندهم يعني يعمل بدروم بينما التصريح في الرخصة لا يحتاج بدروم أو مش حاصل على بدروم لما يغير طبيعة المنشأ السكني اللي هو فيه عليها أن يتحمل تبعات هذا التغير يعني لكن مش كل حاجة حنرميها على الدولة ومش كل حاجة حنرميها على المواطن علينا التزام بالقانون في تنفيذ ترخيص المباني اللي أنا حصلت عليه كمواطن وساعتها مش هتدخل عندي مياه في البدروم أو مياه في الأدوار الأرضية عموماً ده يكون من السنوات القادمة لأنه القوانين تغيرت في قوانين البناء وطبعاً بعد الفترة الكبيرة اللي كان فيها مخالفات البناء ودفع كمان فواتير المخالفات فأعتقد أنه ده هيتوقف تماماً طيب دكتور أستاذ صبري تقييمك لتجربة محافظ الإسكندرية في التعامل مع مياه الأمطار الأخيرة احنا عندنا فيه مشكلة في إسكندرية مشكلة أنا بقول إن إسكندرية مقبرة المحافظين اللي للأسف تم تغيير أكتر من محافظ من جراء سقوط الأمطار الشديدة في الإسكندرية أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا كممكن نعمل أماكن لتجمع الأمطار ونستفيد بيها في إسكندرية بالذات عندنا محتاجين مطر المياه دي نستخدمها في الزراعة أو في ري الحدائق العامة بدل ما نصرفها في البحر لكن أيضاً محتاجين كان فيه مليار جنيه خصصهم الرئيس لإقامة محطة أو محطات للصرف أعتقد إنه محتاجين مبالغ أكبر محتاجين شغل أكتر على الأرض محتاجين نستعد زي ما قلت لحضرتك لموسم المطر قبل أن يبدأ الموسم ونتأكد ما نقولش كله تمام يعني الموظف الذي يمر على البلوعة أو التين أو عشرة في شارع ويقول كله تمام لابد أن يراجع هذا التمام لأنه عندما نسق في موظف يجزب أو في موظف متكاسل بتبقى النتيجة ما حدث في الأسكندرية وعايز أقول لحضرتك إنه ما حدث في الأسكندرية شهد نوع من الجدية في التعامل مع الأزمة لكن بعد حدوث الأزمة تم المحابس كان وقف لغاية الثلاثة واربعة الصبح على دين الناس بيشتغل وبيكسحوا المياه لكن المواطن قدير آه طبعا المواطن قدير في أسكندرية تعطلت الحياة آه تعطلت ولو ساعات لكن علينا أن دائما نتعاون من أجل أن تسير الحياة بشكل أفضل لكل المواطنين أخيرا يا أستاذ صابري في جملة واحدة اللي بيستلم الطرق مين الجهة اللي بتستلم الطرق بعد ما بتنتهي وبتشوف مطبقتها للمواصفات وهل هي قادرة أن هي يعني وقت السيول أو وقت الأمطار ما يكونش فيه تكدس في المرق مين الجهة اللي بتستلم الطرق دي وتقول تمام الطرق دي مطبقة المفروض أن أنا وأنا بعمل مشروعات للصرف الصحي تبقى على أسس علمية وأن تكون هناك جهة هندسية محترمة تستلم هذه المشروعات استلاما هندسيا وتبدي ملاحظتها ولا يتم تشغيلها إلا بعد التأكد تماما من صلاحية المشروعات الجديدة للتشغيل ما ينفعش أن احنا نتهم الإدارة المحلية بالفساد ثم نوكل إليها مهمة استلام والموافقة على استلام المشروعات الجديدة ما ينفعش اللي بيعمل المشكلة هو اللي نخليه يحلها لازم جهات محايدة ومن هنا كان اتجاه الحكومة الحالية إلى الجامعات وإلى كليات الهندسة في الجامعات عشان تشرف على منظومة إصدار الترقيص واستلام المشروعات وأيضا هذا هو الدور اللي بتقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على المشروعات الجديدة وتقوم باستلامها وفقا للمعايير والمواصفات الهندسية الصحيحة وتسلمها للقطاع المدني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صبر الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق شكرا جزيلا للمشاركة أنا اللي بشكر حضرتك كالترخيرك يا فندي